تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أعلنت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بهدف زيادة الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول المرض وطرق الوقاية منه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإذاعة والتلفزيون والمراكز الصحية ومقرات سكن العمال وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وأضفت سعادة وزيرة الصحة بأنه من مطلق الحرص على إيصال كافة المعلومات المتعلقة بالحملة فقد تم اعتباد اللغة العربية وعدد من اللغات الأخرى للمقيمين الأجانب ونوهت وزيرة الصحة بأهمية الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وطمأنت الوزيرة الجميع بأنه لا توجد أي حالة إصابة تم تسجدها في مملكة البحرين وأن كل الحالات التي تم الاجتباه بها أظهرت الفحوصات سلامتها من الإصابة وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم نشر آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا حول العالم وفقا لآخر تقارير منظمة الصحة العالمية وبشكل محدث على موقع وزارة الصحة الإلكتروني وكذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها منوهة بضرورة تلقي الإرشادات والتعليمات الاحترازية من مصادرها الرسمية والموثوقة حول فيروس الكورونا ودعت الوزيرة كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد بالتواصل عبر الخط الساخن الموضح أسفل الشاشة لأي استفسارات حول فيروس الكورونا ترجمة نانسي قنقر